اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من كلام بيروت نشر مرسوم التجنيس تصدر الصحف الصادر اليوم والتي اولت ايضا اهتماما لموضوع النازحين السوريين في ضوء رغبة بضعة الاف منهم في العودة من منطقة عرسال في غضون ذلك انطلقت التحضيرات لمهرجانات بعلبك الدولية لهذا العام ما يعطي للسياحة عموما ولبعلبك خصوصا دعما اقتصاديا واجتماعيا سنتابع هذه المواضيع وغيرها الى جانب الشأن الامني والاجتماعي والانمائي في منطقة بعلبك الهرمل مع محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر استاذ بشير اهلا وسهلا فيك بكلام بيبوت شكرا يمكن تقريبا مذات الوقت كنت عنا بالاستوديو سنة الماضية رح نتابع معك استاذ بشير يعني الاوضاع من كل جوانب منطقة بعلبك الهرمل وتحديدا على ابواب جو سياحة مهرجانات في هذه المنطقة ولكن الجو الامني ايضا يأخذ الحيز الاكبر في هذه المنطقة اليوم الصحف يعني موضوع مرسوم التجنيس اخذ هذا الوهج من موضوع العمل على تشكيل الحكومة وفي هذا الاطار كاريكاتير ارمان حمصي بصحيفة النهار تحت عنوان تدور شبهات امنية وقضائية حول بعض المجنسين رسم نماذج عدة لصورة شمسية لبعض المجنسين وبين صور زنزانات ما هندخل في الكثير من التفاصيل ولكن هناك دعوة من رئيس الجمهورية كل من لديه معطيات بعد نشر هذا المرسوم الرائع العام انه يقدمه لكل الناس صحيح هلا بداية انا كمحافظ يمكن ما كتير اللي يعدي معلومات او يعني تنبولو امبليكيب الفرنسيوي بموضوع بهذا الملف ولكن انا عندي كمواطن لبناني كل السيئة بفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وعندي كل السيئة بمعالي وزير الداخلية والبلديات نوهات المجنون ومثل ما قال فخامة الرئيس اذا في حدا عنده اي معلومات يتفضلي قدمه وبيتم مراجعة من قبل الجهات المختصة بهذا الموضوع بالنهاية فخامة الرئيس هادي صلاحيته وهو بيعرف كيف يستعملها لصالح لبناني عم نسألك كم متابع يعني اليوم بصحيفة الجمهورية رئيس الجمهورية مرتاح للخطوة يلي تم نشر عنه المرسوم وقال تأتي في سياقة الطبيعية والوزير المشنوق ايضا يعني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ولواء عباس ابراهيم في هذا الايئة لكن الضج اليوم لماذا برأيك تم تضخيم او انه الاضاءة بشكل احدث شيء سياسي وغير سياسي اللي بيسمع انه فيه مرسوم تجنيس بتقول فيه الاف او عشرات الالاف منح والجنسي اللبنانية 407 بالوقت يعني رأم صغير يعني يعتبر بالنسبة لمراسيم التجنيس اللي صدرت بالعهود السابقة وبعتقد انه الضجة او المبالغة اللي صارت هي حكما نوع من استهداف لعهد فخامة الرئيس هو استهداف؟ اكيد هو احد الملفات اللي بتعرف كمان بلبنان هذا موضوع جدا حساس فالتركيز عليه ودائما الاعادة كل يوم كل يوم اكيد هو بالنهاية استهداف للعهد وتغيرت العهد عادة رئيس الجمهورية باخر عهده كان يصدر مرسومة فخامة الرئيس كان عنده جرأة باول عهد ويعمل اللي بيشوف هو اناعاته نعم متل ما ذكرنا وزير الداخلية يقول انه ما يجري حاليا وطبعا مع الامن العام تحقيق التهدف للتدقيق بمدى صحة معلومات تواردت انه هناك شبهات امنية وقضائية حول بعض الاسماء تتوقع بعض نشر المرسوم وبعض المطالبة من عديد من الافريقاء انه يتم نشره لاطلاع الرأي العام على ينتهي عند هذا الحد واذا في اسماء في شبهات انا باعتقد انه في حال عن جد كان في شبهات على بعض الاسماء انا باعتقد فخامة الرئيس بيعيد النظر بهذه الاسماء في حال صبت انه في اي شي يتعارض ومصلحة لبنان انه يعطيهم او يمنحهم الجنسية مثل ما ذكرت يعني اشارت انه هذه الضجية الرئيسي الحريري كان قال من بعبدة انه من الحب بنعمل ابي نعمل ابي صحيح يعني بوقت العمل يجري وشد الحبال السياسية على صعيد والخدمتية حتى على صعيد تشكيل الحكومة جاء هذا المرسوم ليأخذ الوهج من كل ما يجري يعني وكانه في محاولة لتشتيت النظر عن امر ما نعم فيش معلومات عندك لا مبدئيا يعني الوزير المشنوق يقول لصحيفة الحياة انه نشر المرسوم بالذي تقدموا الحصول على الجنسية تشاور مثل ما ذكرنا بين الرئيس سعون والرئيس المكلف الرئيس الحريري مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم واكد على موضوع المعطيات وما فيش يعني مخبة لانه البعض صور الموضوع كأنه هرب هذا المرسوم يعني اللي تابع هايدي الضجة من وقت ما طلعت لليوم ديش طلع حكي عن أسامي طرق انكب أسامي بالأعلام ويدفع أموال وميسورين وتبين انه كتير من اغلب الأسامي اللي فبركت انها منحة جنسية البنانية طلعت منها واردة نهائيا بهذا الموضوع فلا بالفعل يعني انه اي عم بيتم تضخيم الموضوع وينعطى حجم أكتر من حجم يعني الجانب سياسي اجتماعي فيه مطالبة انه منحة الأم الجنسية فيه موضوع يعني فيه محلات لابد من جنسية جاء المرسوم ليعطي جنسيات لحدة تاني لا مش بالضرورة يمكن فيه كتير من اللي اخدوا جنسية هني عندن أصول لبنانية بميلة الأم او بالمصاهرة هلأ موضوع منحة الأم الجنسية حكما هيدا شيء من المفروض انه يكون ولكن لبنان بالخصوصية اللي عنده بوجود لاجئين ونزحين بمئة الألاف لبل بالملايين يعني بنفهم نحنا الاجئس انه لابد انه يكون فئلية بتحمي لبنان وبنفس الوقت بتحفظ حق الأمن انه تعطي جنسيتها فلنترك يعني الايام المقبلة لنشوف شو المسار القانوني اذا بدنا نقول في هذا الاطار قبل ما فوت بموضوع اللاجئين ويلي فيه كثير من الكلام حوله تحديدا منطقة البقاع وعرسال بشكل خاص الوضع الأمني بمنطقة بعلباك الهرميل مؤخرا حصل بعض الاشكالات وحضرتك انزلت على الأرض يعني بنعرف المحافظ يتابع شؤون إدارية اجتماعية معاملات وغيرها نزلت لفض اشتباكات حصلت ولكن ليست المرة الأولى تحصل اشتباكات طحيح وفيه مفارقة مؤسفة جدا ببعلباك لاحظ انا صار لأربع سنين هلأ محافظ ببعلباك الهرميل كل سنة خلال شهر رمضان المبارك بيصير فيه اشكالات فردية من هالنوع شو السبب وين الربط بين المسئلتين ما كتير عم بفهم انا الموضوع ولكن ايه نحن من اسبوعين مع الاسف صار في مشاكل فردية ومشاكل متنقلة بين جهات مختلفة ما انه من هالمشكل بين مجموعتين عندهم مشكلة اديولوجية مع بعض او اجتماعية كرميل عنزة فاتت على ارضه يعني شوف سخافة المشاكل اللي وين عم تودين ولكن من جانب اخر استسهال القتل يعني كممكن حل الموضوع بطريقة تانية ليش لانه ما عم بيكون في راضيع لانه انا من الاشياء اللي طرحتها وصرخت فيها انه ما بيصير كل ما يصير في مشكلة بين اتنين بينزلوا بيقوصوا بيضربوا ازيف بيروعوا منطقة كاملة بعدين اللي بيتدخلوا اهل الخير وبيصالحوهم مع بعض وكأنه شيئا لم يكن لا تفضلوا بتسلمون اذا بتكون تتعاون اذا بتكون تخدموا هالمنطقة بتكون تخدموا عيلكم واهلكم سلمون وبعدين بنعملوا المصالحات بعد ما كل واحد يتسلم وياخد جزائه في شيء اسمه حق عامة الامور منها بهالبساطة ذكرت معنى السنة الماضية انه الناس في هذه المنطقة بعلبك الهرميل او لبقاع او بأي منطقة تانية يريدون وجود الدولة يريدون هيبة الدولة يريدون العمل يعني الاركون الى جانب امنى قضاء رسمى ولكن لحد الان برأيك هل فعلا يعني تحكي عن خطة امنية ولكن ما تم تنفيذة كما يجب انا بأكد لك انه الاغلابية الساحة ما بدهم غير الدولة وبدهم مؤسسات الدولة وبدهم يعيشوا بالسلام وبدهم يعيشوا بامان ولما صارت هاي المشاكل نحنا ما كنا يعني عما نلحق وكان في ملامة كبيرة علينا وفي تحرك كتير شعبي قوي هو كمان كان من المحفزات اللي خلت عملنا ينجح بالموضوع الامني لانه الناس ما بقى فيها تحمل والناس يعني ما بقى فيها تكفي بهذا الشكل وقت اللي بصير في حرق للمحلات بالاسواء ويمكن حتى لو انه بدي أول شغلة بمحل من المحلات كان في شوية تطخيم بالإعلام ببعض الامور وماشا عما نقول انه ما كان في شي ولكن كان فيه ببعض المحلات شوية تطخيم ولكن نحنا نجحنا اليوم من بعد سلسلة لقاءات واتصالات عملناها بداية مع قائد الجيش من وجهله كل تحية على سرعة تجاوب وما في مرة ألا ما توصلنا معه وكان ضغري عم يتجاوب معنا بأسرع وقت ممكن فخامة رئيس الجمهورية معاني الوزير نهاد المشنوقي اللي كمان أخذ الموضوع على عاطؤه وحطه بسلم أولوياته وكمان أنا ألتقاد بهذا الإطار مع الرئيس الحريري ومع الرئيس بري كمان ياللي هني عطونا كل الدعم اللي بدنا إياه بهذا الموضوع ولكن بدي أقول شغلي أنه واحدة من المشاكل اللي كانت عما تواجه فرض خطة أمنية أول شي منطقة بعلبك الهرمل ما بتمشي فيها خطة أمنية كلاسيكية لأن الناس أحيانا بتقول طيب ما الجيش فات عطراب وصب 24 ساعة نهل وقت كان في قرار نهل معارج جبل تبيني الجيش بأيام بس بعلبك الهرمل كمحافظة تختلف عن المثالين السابعين أول شي باب التبيني وجبل محسن منطقة كتير كتير ضيئة معروف وحدودة شو هي كان في سهولة تغرب التعاطي معه إضافة أنه مثلا موضوع الإرهاب الجيش بيعرف وين مواقع الإرهابيين كان يدمرون يسويهم بالأرض نحنا ما فينا نطلب من الجيش إذا فيه مطلوب عارفينه ساكن بشقة يهبط البنية عروس المدنيين يعني قائد الجيش مع تصميمه على توقيف المطلوبين كمان هو جدا حريص على حياة المدنيين نتذكر نحنا بنهر البارد صورة العسكر اللبناني اللي حامل أطفال الإرهابيين وماشي فيهم طالع فيهم من نهر البارد هلأد كان الجيش حريص على عائلات الإرهابيين فكيف حرصوا بدو يكون على عائلات اللبنانيين إلى جانب هذا العرض ما هو المطلوب لتنفيذ خطة أمنية مش كلاسيكية بكل بساطة المطلوب هو مدهمات تطلع من خارج المحافظة تبع الباك الهرميل من العاصمة للجهاز اللي بيشوفوه من نسب الأجهزة الأمنية سواء القوة الضاربة سواء المعلومات سواء المغاوير أو المخابرات يطلعوا من خارج المنطقة يعملوا المدهمات بعد ما يكون عندهم كل المعلومات المطلوبة ينزلوا بالمطلوب على بيروت وهون بدي يعني ضوي على شغلي أنه اليوم كتير من أحيان بيكون في مدهمات عما تصير من الأجهزة الأمنية الموجودة ببع الباك الهرميل إذا المطلوب أطلع النار باتجاه الدورية مجبورة الدورية ترد بالمثل وكتير من الأحيان ممكن ينقتل المطلوب وقت اللي عم ينقتل المطلوب عما نفوض بمشكلة طار ما بين العسكري المقوص على المطلوب ما بين عائلة المطلوب وفي أمثلة صارت وفي عسكر نقتله تحت حجة أن العائلة عم تيخد بالطار فكمان من حق العسكر علينا نحميهم ومن حق العسكر علينا يكون معنوياتهم عالي مش أنه إذا اطورت العسكري خارج عن إيراته لأنه هو عم يعمل شغله بالنهية عم يحط دمه عكفه عم يخاطر بيروحه كرميلنا نحن بالأخير يطلع أنه إذا نقتل معه المطلوب يقع بورطة طويلة عريضة ما يعرف بقى كيف بده يطلع منا اليوم وجود الدولة إذا بدنا نقول يقتصر على حواجز أمنية ما عم نحكي عن انتشار الجيش في هذه المنطقة هذا موضوع آخر ولكن هيبة الدولة هي حاجز أمنة ما في شك أنه وجود الحاجز بيعطي نوع من الطمقنينة للمواطن ولكن الحاجز ما بيجيب مطلوب المطلوب مش رحة وخاصة منطقة بعلبك الهرمل جدا كبيرة وشاسعة هي 27% مساحة لبنان يعني أنت وين ما كانت بأي نقطة ما تكون لما بتشوف الحاجز عندك الإمكانية تلتف وتروح من مكان تاني وورا الحاجز تروح من مكان تاني أو بيمره وبيتم اطلاق النار إذا كان في هو يحاسسها صايرة صايرة أمور من هنو إذا في ناس ما كانت تنتسل على الحاجز كمان هون بيوقع العسكري بورطة إذا بيطلق النار وبيطلوا للي ما امتسل تورط وإذا تركوا لازم يتعاقب لأنه كيف أنت كمان تدرك مطلوب يهرب قدامك ومتصرف فكمان بدن يعني حق العسكري علينا أنه نقدر ظروف عمله ونسهله عمله ما نعقده حضرتك من خلال متابعتك مع الناس استاذ بشير هل هناك نظرة من بعض الناس مع مدى نقول كله أنه وجود قوى الأمن أو وجود الجيش أو وجود الدولة في هذه المنطقة هم موجودون لملاحقة بعض الناس أم يطمأنون إلى وجود الأغلبية الصحة تطمأنون ونحن مبارح حقيقة كنا بلقاء مع الفعاليات المنطقة وكنا كلنا عم نتفق على شغلة أنه أهل بعلبك الهرمل كعائلات وعشائر وفعاليات اجتماعية وجمعيات وبلديات ومخطير يورجوا الدعم لجيش اللبناني وهذه الحقيقة هلأ رح يكون في حراك مدني ببعلبك الهرمل دعما وتأييدا للأجهزة الأمنية ولجيش اللبناني لحتى ما حدا يجرب المطلوبين بمحل محلات بيصوروا الموضوع وكأنه الجيش طالع ضد بعلبك الهرمل طالع ضد أهل بعلبك الهرمل طالع يواجه أهل بعلبك الهرمل بوقت لمنه صحيح هو طالع كرميله يعني يعني بيخاطر بحاله بنفسه العسكري كرميله يأمن الأمان والحماية لهالأهل الطيبين فقلت لهم هيدا هيدا الصورة لابد أنكم تعبروا عنها بصوت عالي بشكل أوضح وهذا اللي هلا عم بيصير اليوم عم نحكي جيش وعم نحكي قوى أمن داخلي جميع قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وأمن العام وجيش اللبناني لماذا غياب الثقة إذا بدنا نقول بين المواطن وأنه الجانب الأمني أو رجل الأمن حيحصل له حقوقه لأي متهم أو لأي مظلوم أو لأي ضحية اليوم اليوم الوقت اللي بيكون فيه عدالة بكلمة عن الكلمة ما بقى نفوذ بمواضيع مثل الطار ووايرو كمان لابد أنه المواطن يوسع بدولته ويوسع أنه حقه بيقدر ياخده من خلال الأجهزة الرسمية سواء كان الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى وبالقضاء بالدرجة الثانية بعد الأحداث الأخيرة أستاذ بشير واللي يمكن تمطط خيمة أكثر مما هو موجود فعلا الرئيس الجمهورية قال الموضوع عندي سيتابع هذا الموضوع لجانب وزير الداخلية والرئيس الحريري وكل الأجهزة الأمنية وحتى ذكرت كل المعنيين كان فيه اهتمام بهذا الأمر إلى جانب خطة أمنية فيه خطة أمنية جديدة تترافق مع خطة اجتماعية إمائية اقتصادية لهالناس هون لابد أن نشير على موضوع أنه فخامت الرئيس عقد اجتماعي لمجلس الدفاع الأعلى لبعث موضوع بعلبك الهرميل واللي ما كتير بيعرفوا بالأمور العسكرية مجلس الدفاع الأعلى بيجتمع بالحالات القصوى يعني بحالة الحرب بيجتمع مجلس الدفاع الأعلى يعني هالأد أخذ الموضوع فخامت الرئيس كأولوية عنده إضافة أنه اللي عرفته أنه خلال الاجتماع فخامت الرئيس كمان كان مصور على خطة إنمائية لبعلبك الهرميل نفس الشي أنا سمعته من الرئيس الحريري أنه موضوع الإنماء لبعلبك الهرميل للمناطق المحرومة كمان مثل عكار لأنه الخطة الأمنية لحالة من دون ما يكون فيه نمشي مع خطة إنمائية بشكل موازلة كمان مش راح تجيب نتيجة نحن نتمنىها راح نتابع معك أستاذ بشير خضر هذا الحوار الجانب شوي أمني ولكن الجانب الاجتماعي والاقتصادي في القسم الثاني من كلام بيروت ابقوا معنا مشاهدينا بعد هذا الاستراح نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع محافظة منطقة بعلبك الهرميل الأستاذ بشير خضر الجانب الأمني يجب أن يترفق مع خطة إنمائية اقتصادية ذكرت أستاذ بشير ولكن على مدى سنوات يمكن كان في هناك محاولات حتى الأحزاب الموجودة حاولت ببعض المشاهدة إنمائية المواطن يريد خطة إنمائية رسمية من الدولة إلى جانب ما يقدم له من خدمات ما عم بكفيه؟ في كان المشاريع الإنمائية هي صارت موجودة بعهد الدولة الرئيس سعد الحريري وهو موافق عليها كلها وهلأ من بعض مؤتمر سادر صار فيه إمكانية أكبر وأنا بعرف أنه دولة الرئيس هو رجل إنمائي بمتياز ومهتم جدا بالمناطق المحرومة مثل بعلبك الهرمل وعكار وما فينا نحن نستمر من دون إنمائي من دون فرص عمل في حرمان كبير بتعاني منه هاي المناطق لابد إنه حتى بالنهاية الشباب في عندهم طاقة بأعمار معينة بيبقى عنده طاقة كتير كبيرة ما عم بيلاقي محل ينفس الطاقة طبيعية يوظفها يوظفها إيجابا مية بالمية ما عم تتوظف إلا بالإشياء السلبية وإننا نحن بنخلق له كل الإشياء اللي هو بحاجة لألالة حتى ينفس هاي الطاقة بالمحل الصحيح ليكون أنصر فعال لبلده ولمجتمعه ساعتا كمان نحن بنكون ساهمنا كتير بالموضوع الأمني بنفس الوقت يعني مشاريع تخلق فرص عمل ومجالات لكل طبعا واليوم في من المشاريع هلأ في عندك موضوع تنظيف نهر الليطاني ونزع التعديات عنه يلي ساعتا ممكن استفادة كتير من المية طبعية ولا الري ولا الاستعمال المنزلي استكمال ساد نهر العاصي كمان نحن بحقلنا استخدام 35% من مية نهر العاصي وما عم نستفيد منه شي نحن نهائيا أبدا أبدا وفي مشاريع وأمور كتير كمان موجودة هلأ إن شاء الله يكون الحكومة تتشكر بأسرع وقت حتى ينطلق قطار الأنماء بهذه المنطقة بس ما يقوموا بكرة الناس اللي يتقدمون لفرص عملة تموا لحقتهم لأنه في موضوع عفو العام وفي موضوع أنه هذا مرتكب وهذا متهم وهذا هربان عدد سكان بعلبك الهرمل حوالي 350 ألف نسمية في بيناتهم حوالي 1200 مطلوب هلأ يمكن 1200 يكون في بيناتهم حالات إنه فيها ظلم أو بتستحق بتستحق عفو أو شي هذا كمان موضوع جدير بالمتابعة وبالنقاش بس إنه طب معنا عم نحكي بال300 واعتبروا أنه كان 348 800 طب هذول ما عليهم شيء مظبوط ما من أمل لهم فرص عملة هو الموضوع مثل ما ذكرنا هذي الثقة ويطمأن المواطن أنه هاي الدولة جاي ضده مية بالمية لأنه جاي الدولة جاي كرماله والأمن بالنهاية كرمال المواطن اللي يعيش بكرامي ولا حتى يقدر اليوم كيف يكتعمل أنماء أصلا بالأمن أنت إذا عندك أي رسمال شو ما كان إذا كان كبير ولا كان متواضع مش رح تفتح ولا أي مشروع وتوظيف ناس إذا ما كان فيه أمن اليوم موقت اللي بيستهتب الأمن بتزدهر السياحة بعلبك الهرمي المنطقة السياحية بإمتياز ليش بدي يكون ابن جبل لبنان ولا ابن بيروت ولا ابن طرابلس قول لا لا ما بيطلع بعلبك بالنسبة لقاله أنه الصورة أنه منطقة خارجية عن القانون أو فيها مشاكل أو فيها إشكاليات طب ما عمد السنوات بدنا يطلع يستفيد من كل شي في مزارات سياحية سواء أسارية ولا دينية ولا بيئية ولا رياضية فيها المنطقة فيها فوتنسيال كتير كتير كبير حرام تكون هيك ما عم نستفيد منها قلعة بعلبك لو كانت موجودة ببلد تاني بأوروبا كان بدك توقف خمس ساعات لتقدر تفوت عليها مزبوك اليوم بتطلع على قلعة بعلبك بتلاقي في شي عشر صوح جوها بقلب القلعة بتروق إجا لعنا أنه نحن ضيوف من كل العالم أنه بيطلعوا بيشوفوها بيقولوا نحن هيدا أعظم شي شفناه بحياتنا أهم من الأكروبوليس بمئة مرة بتشوف الأكروبوليس بالمليين بيفوتوا عليها كل سنة بالوقت اللي بق بعلبك أنه قلعت بعلبك وكل هالعظمي ما عم تاخد حقها مطلوب وعي ما لهالأمر يعني عند كل الشرائح عند كل الناس طبعا والبالنهية يعني المعنى الأول والأخير كمان هني أهل المنطقة يعني نحن بهيدا الإطار معلش خلينا نحكي شوية الإشها الإيجابية من يومين دعيت لعندي كل أصحاب المؤسسات السياحية بالمنطقة وطلبت منهم بس كل الهويجس اللي عندهم كل المشاكل اللي عم بيويجهوها لحتى نشوف نحنا شو فينا نساعد بنافس الوقت أنا عبر أحدى الجامعيات جامعية القرى الخضراء جبنا هبة من مجلس أساقفة كولنبي ألمانيا لعملنا دورة بالفندقية جدا محترفة على مستوى جدا عالي للمدرة والعاملين بهذه المؤسسات السياحية لحتى نرفع مستوى الخدمات السياحية بهذه المنطقة فيعني حتى ما عم نخلي التفصيل ما عم نفوت فيه لحتى نشوف كيف فينا ننهض بالسياحة هلا أكيد بيقولولنا أنه دايما الهاجس الأول أو المشكلة الأولى هي بقولان الموضوع الأمني أوكي لما الأمن عم يتوفر كمان الأصحاب المؤسسات السياحية تكون على المستوى المطلوب لحتى يكون السياح ما بس أنه موضوع العلاق موضوع ألعى ومطعم وقهوة وقتال هي حركة مية بالمية مية بالمية وفيها سياسية بتقديم خدمات للدولة يعني الأتمام لأنه النائب هو وسيط بين المواطن وبين الدولة ما بس هي كمان يعني بعلبك الهرمل مفروض أنه اقتصاده يكون قائم على قطاعين الزراعة والسياحة وين الزراعة؟ طيب بموضوع الزراعة الزراعة بدها عدة عوامل أرض خصبي موجودة أرض موجودة طاقص بجنن موجود المشكلتين اللي مش موجودين يد العاملة موجودة يد العاملة موجودة المي نحنا عندنا مشاكل بالمي بتلو والمي الملوسة والأهم من كل شي تصريف الانتاج ابن بعلبك الهرمل صدقني ما أنه مغروم أنه يزرع حشيشي ومش حيبة بيزرع حشيشي بس وقت اللي بيكون شو ما عم يزرع بيكون كلفة أنه الإطاف عم تكون أغلى من سعر المنتوج طبعه يعني السنة لما نحكم من مدة قليلة فيتة بطاطا مهربة على لبنان مزارعين البطاطا قالوا لي نحنا كلفة شيلة البطاطا أغلى من سعرها بالسوء وأهيلي عكار كان عندهم نفس الشي بكمان أهيلي عكار فالمواطن حقوا علينا المزارع حقوا علينا نقمن له المي ونقمن له تصريف الانتاج والبقى تركوا البيئة عليه ما عنده مشكلة هو وصدقني إذا بيزرع بصل وفي مين عم يشتري مستعد ما بيزرع حشيشي ومستعد يزرع يفوت بالإشياء العنونية حتى بالموضوع الحشيشي اليوم صار بس منيح لعنده مجال تاني يزرع شي تاني بالضبط اليوم الحشيشي فيه أنواع مهجنة ما فيه ميدة تأشسية اللي تستعمل بالتعاطي فإذا الدولة بتعمل مثل الرجية يعني تشتري هي تصير المحصول مثل ما بتشتري الدخان وبيطلع منها زيوت وبيطلع منها تستعمل بمستحضرات تجميل وبالكرامات والشامبوان والألياف اللي فيها تستعمل بصناعة الحبال الحبال البوايخر والأنسجة فيه الاستعمالات رهيبة ممكن تصديرها صحيح فيه مشروع عم بتاعبو فيه جهات أوروبية مستعدة أن تتبنى هذا المشروع أنا اللي بعرفه أنه فيه نظرة إيجيبية عن جديد بهذا الموضوع بموضوع أنه السماح بيرخص عشر تشتريات دولة وشرط أنه ما تنزرع الحشيش المهجنية اللي ما فيها المادة المخدرة اللي تستعمل بالتعاطي نعم عم نحكي عن تهريب المنتجات الزراعية واليوم فيه موضوع تهريب عن موضوع البنزين وفيه ملحقات بهذا الأمر وبالتالي موضوع إقفال معابر غال شرعية لكن عم نحكي أمن وأسلحة اليوم فيه موضوع الإنتاج اليوم موضوع تهريب البنزين يعني بيضرب الاقتصاد بشكل كتير كبير مبارح أنا كنت مع المديرة العاملة النفط سيدة أرورف غالي عم بتقلي أنه نازل بيع البنزين بلبنان عن سنة الماضية مثل هالأيام 8% فهيدا بالأرقام 8% هي حجم التهريب اللي عم يفوت على لبنان عم تخسر الدولة اللبنانية يوميا حوالة 500 مليون ليرة اللبناني حسبناهم يعني الفرق والداشة الدولة اللي عم تخسر يوميا يوميا 500 مليون ليرة 500 مليون أنا بيعني إذا بتعطينيهم كرمان ضائعة ببعلبك الهرميل بعمل لك يا هجاني هذا يوميا عم بس هون الفينيس بدأت تشتغل وفي مجموعات بدأت تربح لأنه البنزين عم يغلى بشوف لا وفي مجموعات عم هادي جريمة الضرر بالاقتصاد هادي جريمة جريمة كبرى هادي فيه بلدان بالعالم حكمة أعدام هيك أمور فلا المفروض نحن عملنا المرسلات اللازمة لحتى نشوف إذا في عنا من ميلة بعلبك الهرميل أي خلل بهذا الموضوع أو أي خطع ما يكون موجود لحتى ضغري يتم ملاحظة ببعض المعابر بالجبال موجودة بإنتشار للجيش ولكن عمله المساحة كبيرة والحدود مع جانب السوري هو خط كثير كثير طويل لا يمكن أنك تقدر تتبطه بالمية ألا أنه بعمل أول شي في نوع من العمل الاستخباراتي وإضافة لأجهزة المرائبة اللي حتى تشوف إذا في أي تحرك على الحدود ولكن بالنهاية ما فيك تعمل حيط بين البلدين مستحيل قبل ما نحكي عن موضوع اللاجئين والعبئ والجانب ما يطرح من حلول كمان بين مشاريع مشروع بناء السرايا بعلبك الهرميل كان في جدل حوله وكان في ردات فعل المكان الأرض صحيح بيهمني كمان نوضح للناس لأنه كثير أخذ مدى أكتر من اللازم هذا الموضوع البعض صور أنه السرايا الجديدة رح تنعمل بالجرود وصارت النكة أنه ناس على الأتفايات طلعين يعملوا أفراد لا ما هذا هو الموضوع أول شيء أنا كمحافظ بعد ما وصلني شيء من البلدية لنوضح أنه بلدية بعلبك مشكورين هني عم يسعوا لتأمين عقار يعني أرض لينبنى علي المحافظة منهم هني مشكورين بالمدينة بالقانون إجباري تكون السرايا بعاصمة المحافظة يعني ضمنه النطاق العقاري لبلدية بعلبك نعم اللي هو نطاق عقاري كبير البلدية مشكورين على اللي عم يعملوه يقدمون لي كان في فريق بالمجلس البلدي عند وجهة نظر أنه لابد أنه تتمدد مدينة بعلبك باتجاه الشرق لحتى نخفف شوي من العجأة والزحمة بالمدينة الأسرية القديمة وجهة نظر جديرة بأنه الواحد يقف عندها وينقش فيها فريق تاني بيقول لا أنتو المحل اللي عم تطرحوه بعيدة عن المدينة حوالي أربعة أو خمسة كيلومتر فكمان هايدي يعني جريمة بحق أهالي المنطقة بالنهاية هايدي السرايا كمان مش لولاد مدينة تبع البلد هايدي لولاد كل المحافظة لكل البطع الى الآع الى عرسال الى النبيشيت لكل آخر رايعة بآخر الضنبي الى المحافظة هلا بيش غيره هو في سرايا وحدة في قائم مقامي بالهرمل وفي بعلبك بتكون سرايا كمجمع حكومي في كل الإدارات ضمن المحافظة هلا في خيارات تانية بعدنا عم ندرسها وننقشها بعد ما ما فيش نهائي وأنا بطمن الأهل بعلبك الهرمل أنه لا يمكن نعمل سرايا إلا ما تكون بمحل لائق لقلهم وصول لقل سهل عليهم كلهم وهي بالنهاية لقلهم هني ومش رح نسمح لحدا يعمل شي اللي بدو إياه إلا الخيار الصحي اللي بنيس بالمنطقة قريبا مشروع يعني من المفروض قريب العاجل يعني خلال إن شاء الله هاي السنة بقى ينوضع حجر الأساس هذا الموضوع منحتي فيه أربع سنين نحنا اليوم والمصاري موجودين بمجلس الماء وبالأعمار سنوضع أربع سنين نطريننا لحتى لقي الأرض ولكن كمان يعني معلش اللي بدو مش عجبوا المواقع اللي عم تنطرح يقدم لنا بديل يقدم بديل يعني نحنا بالنهاية أكتر واحد بيتضرر من سوق الموقع هو أنا على الصعيد الشخصي إلا كونه مركز عملي صح ولا لأ فمش رح بدكم يعني أري أنا قد ما كان المحل جيد كل ما أنا رح كون مرتاح وسعيد أكتر كان معنا نائب بكر الحجيري منطقة بعلبك الهربل حكي عن كل شي يعني الناس بحاجة إلى خطبات إلى إنماء حكي بدهم مدارس حكي مستشفيات حكي جامعات يعني فيه ولكن بدهم تطوير بدهم اهتمام بدهم تجهيزات بتعرف نحنا بالسنين الماضي حولنا قدمة فينا نحول التهديد تهديد النزوح السوري إلى فرصة فرصة للإنماء فبهذا الإطار نجحنا بترميم عدد كبير من المدارس خلق عدد كبير من الملاعب الرياضية للأطفال ومن مدة قليلة أنا كنت بعرسال وجبنا عبر الـ UNDP شيحنتين للنفايات لعرسال وإليتين وحدي بوبكات وحدي البيك أب مع الرافع اللي بتغير لمبات البلديات ولكن هذا مش كافي أكيد وفي مشاريع كتير صارت بعرسال وغير عرسال على مستوى المحافظة كلها ساعة النائب مع المنطقة بحاجة لكل شي حتى لما كنا عم نامل خطط الطوارئ طلع معنا أنه أغلب المدارس إذا مش كلها في حال حصول حريق ما في غير مدخل واحد ومخرج واحد يلي عم بيفوتوا بيطلعوا منه ما في مخارج الحريق أو أية كارسي بتصير يعني بالفعل الوضع مش كير منيح ولكن نحنا قدر الإمكان نحنا اليوم قادرين عبر منظمات الأون المتحدة نجيب هيك مساعدات مش عم نوفره النهائيا وعم يتعاونوا معنا ولكن لابد أنه كمان الدولة هي تعمل خطة متكاملة واليوم لما بتأمن كل أسباب الحياة بشكل لائق لمناطق الأطراف مرح ينزحوا لعندك عبيروت مقا فموضوع الإنماء المتوازن لابد أنه يمشي يعني أنه بموضوع اللاجئين ألعب على المجتمع المضيف وزات المعاناة تقريبا يلي بعانوها اللاجئين اليوم بدأ الجدل كبيرا وفي كلام حول عمل مفوضية الأمم المتحدة الوزير جبران باسيل تحدث عن شيء ما يعني العمل ليس كما هو مطلوب في كلام عن عودة 3000 بمنطقة عرسال كما جاء اليوم بصحيفة النهار ولكن هذه الأرقام ما عم نحكي عن عودة لاجئين لا متفرقة يمكن تطلع قاسية شوي بس رقم 3000 معلش بعم بسنة واحدة بالولادات في أضعاف أضعاف ل3000 هذا هو ببعالباك الهرمي اللي أنا من مدى كان عندي رقم أنه كل 3 ولادات في 2 سورية و 1 لبنانية يعني انظلمت وعانت كثير بسبب الأزمة السورية بوصل عدد النازحين فيها لحوالة 80 ألف نازح بقباط النواط اليوم العدد هو حوالة 45 ألف واليوم بعرسال لحالة في 120 مخيم للنازحين السوريين أنا بتحكي هذا الرقم الكبير يعني أنت بدك تلمني فيات أنت عندك مشكلة صرف صحي نحنا صار عندنا فترة مشكلة كبيرة بموضوع تلوث المياه الجوفية في سبب أنه الصرف الصحي تبع هاي المخيمات ياللي ما في محل يروح عليه يعني الموضوع ما بس أنه في عندك ضيف موجود عندك بهذا البلد لا في بني بني تحتية مش قادرين نحنا هي أساسا يلا كانت تكفي للموجودين لأنا ما كانت مكفية فكيف الحال مع وجود مليون ونص أو لا مليونين غريب بالبلد الكلام عن عودة النازحين الوزير معين المرعب بصحيفة الشرق الأوسط بيقولوا أنه 95% من اللاجئين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم ولكن هي العودة الآمنة الكلام اليوم على المناطق يلي تعتبر هناك مناطق آمنة بسوريا ولكن المطلوب قليل المطلوب تنسيق أمم المتحدة المطلوب أن لا نتهم أنه عم نود السوريين لا وإذا كان هو راغب بالعودة نحنا مش عم نفرض عليه العودة بشكل إجباري ولكن نحنا كمان وجمتنا نسهلوا العودة من عرقلوا إياها هناك من يعرقل أستاذ بشير خال نحكي هناك من يعرقل العودة في حال هناك من يريد العودة لأسباب مادية الاستفادة استخدام أوراق للاجئين هيك هالكلام اليوم اليوم في نازح سوري موجود عندك في لبنان عم يأخذ مساعدات من المنظمات الدولية ومادية وعينية هل عقوله خفت اتراجع اتراجعت ولكن بعدها موجودة بنسبة جيدة ليش بده يرجع على منطق لا يمكن يروح على منطق أمنية بس رح يحرم من كل هايدي المساعدات طب ما أنت تعطيك كل المغريات بالربنان بالداخل وهنيك ما في عنده شي يعني يغريه كتير لحتى يرجع فليش بده يرجع آه يعني المطلوب يبقوا يعني نحنا المفروض نحنا نشجعن على العوضة يبقوا نشجعن عم تقدمون هون خدمات هني مرتحين فيها مش نحنا اللي عم نقدمون إياها مش حضر لا بمعنى مش الدولة الغزي اللبنانية اللي عم تقدمها ولكن هيدا الموضوع لابد أنه يعني صار بعتقد تعبنا نحنا بسبع سنين وأكيد نحنا من كن كل المحبة والاحترام للشعب السوري الشقيق ولكن كمان وقت اللي صار في عندهم هني الإمكانية ببلدهم في مناطق إمنة لابد أنه يعني كمان هني يرجعوا ويروحوا يبنوا بلدهم بالنهية البلدهم اللي عانى سنين طويلة من الحرب ما حدا حيعمروا بحاجة لابناء ويروحوا ويشتغلوا فيه يعني حتى تعرف كثير من السوريين راحوا على ألمانيا ولما أنا كنت التقى بمسؤولين ألمان كنت أقولون إن شاء الله السوريين اللي أجوا لعندكم يتعلموا من عظمة الشعب الألمانية لكيف نهض بعد الحرب العالمية التانية بسواعد ولاده اللي كان بلد مدمر من نهار على آخر من كل النواحي رجعوا وعملوا بلد وقوة اقتصادية عالمية نحن منتمنى كل الخير لسوريا ونتمنى كل الخير لشعب السوري بس كمان نحن تعبنا بلبنان ولابد أنه هن اللي يرجعوا يعدوا بناء وطن ولابد أنه هن يرجعوا على بلادهم وقراهم ومن راح يكونوا يعني ببلدهم راح يكونوا عايشين بكل عزة وكرامة هو الضجة اللي أثيرت حول مرسوم رقم عشرة وتم توضيحها من السفير للوزير جبران باسيل كمان أخذ هذا البعد الموضوع أنه الأملاك وغير الأملاك ربما تم توضيح الموضوع وتراجعت هذه التساؤلات أو هذا الجدل الذي كان حوله ربما يعني تكون هناك أليما لبنان يعني نحن اللي فهمنا أنه الوزير باسيل هلأ هو بصدد عم يتابع هذا الملف يعني قرب جدا وعم يبزل الكل اللي بيقدر ضمن صلاحياته الدبلوميسية لحتى يمشي بتسريع عودة النازحين إلى بلادهم وقوراهم نعم رح نتبع معك السيد بشير خضر والقسم الأخير من كلام بيروت مهرجانات بعلباك السياحة وتجيع الناس فعلا مش بس بموسم المهرجانات في غير أيام أيضا بعد التوقف مع هذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع محافظة بعلباك الهرمي للأستاذ بشير خضر بموضوع المهرجانات مثل اسم ما حكينا السنة الماضية دائما هناك توترات أمنية على مدى سنة ولكن شوي بصير قبل موسم سياحة قبل الاصطياف قبل المهرجانات وفي هذه الصورة الجميلة لمهرجانات بعلباك الهرمي تتميز بعلباك الهرمي المهرجانات بعلباك تحديدا تتميز عن غيرها مهرجانات بعلباك الدولية هي أول مهرجانات في لبنان ومن أقدم المهرجانات بالعالم من طلقت سنة الف وتسعمية وستة وخمسين ومنحك تاريخ كبير مع الرئيس كميل شمعون والراحلة الكبيرة ما يعريضة بوقتها وهي إذا بدك ذكرت وتاريخ لبنان وبعلباك تحديدا أجع على بعلباك كبار الأسامة على مستوى عالم وكان حلمه بعده ولا يزال كل فنان كبير يطلع على مدرج يقول أنا طلعت على دراج بعلباك ما في شك أنه هاي المهرجانات هي من المحطات المضيئة والإيجابية جدا السنوية الموجودة بهالمنطقة بفترة المهرجانات هلا بعرف الناس في هذا الكلام بدي أقوله في ناس بنزعج منه وبيقولوا لاش في أمن أيام المهرجانات بين العسكري والعسكري منلاقي في عسكري وباقي أيام السنة ما بيكون نفس طبعا نحنا ما بدنا أمن بس بالمهرجانات بدنا أمن كل السنة ولكن مثل ما بيصير ببعلبك بيصير ببيت الدين بيصير ببيبلوس بيصير بجونية وبكل مهرجانات لبنان بيطلعوا القوى السيارة من الطبية وبيطلع الجيش من السكنات لها مواكبة هيك لا تسهيل الوصول والحفاظ على الأمن ولكن طبعا نحنا نتمنى أنه يكون في نفس المستوى الأمني كل أيام السنة مش بس على فترة المهرجانات ولكن أنا أقول أمضوع هذا الموضوع أنه رغم الدعاية السيئة يمكن اللي انحكت عن المنطقة من مدة ولكن أول شي نحنا صرنا بمستوى آخر بالموضوع الأمني نحنا من أسبوع لليوم الناس كلها بتشهد على الفرق اللي صار بالأيام الأخيرة الماضية ضاف أنه فترة المهرجانات كمين حكما للأمن مستطب وما تروحوا على حالكم فرصة أنكم تطلعوا وتحضروا هيك مهرجانات بيجوا عليها أنا أول مرة بحياتي طلعت عن مهرجانات بعلبك بـ 98 كانت السيدة فيروز كان في حفلة لألا بوقتها بعد هذه الصورة بعد هذه الصورة عن جد مأسرة فيني فبدع الناس يشوفوا هلأ على البرنامج المهرجانات ويستفيدوا ونحنا مبارح كنا باللقاء مع لجنة المهرجانات مبارح حدثك كنت ومع بعض الفنانين وكان كمين مع الفعاليات الاجتماعية والمدنية وأصحاب المؤسسات السياحية اليوم نحنا عم نعمل ببعلبك نحنا والمجتمع المدني اللي فوق خطة لنشوف معنا كمين أكيد لجنة المهرجانات لنشوف كيف فينا نحنا على أوسع نطاء تستفيد بعلبك ومحيطة من وجود المهرجانات من هالسواح اللي عم يجوا فيه شي متكامل اللي عم يكون وأنا هون بتعي كل الزوار أنه ما يطلعوا بيروت بالبولمن يوصل عباب القلعة ينزل يحضر الحفلة ويرجع لا فيه إشي كتير فيه يستفيد منه بيقدر يقضي ليلي إذا بيحب يقدر يقضي نهار كامل فيه كل الأتراكشنز اللي السائح بيحب يشوفها على كل الأصعي دي فما تفوتوا عليكم نهاية الفرصة يعني رغم كل شي فيه إسرار على إقامة هذه المهرجانات هيدا تحصيل حاصل بالنسبة لأنه بدي لك شغلي سنة الماضي بال2017 كان في حفلة لإبراهيم معلوف بالقلعة وكان الجيش اللبناني عم يضرب الصواريخ على راسب علبك على الإرهيبيين وكانت الحفلة مستمرة بتذكر نزل على الفيسبوك نكتي Only in Lebanon صورة الحفلة وعلى بعد 37 كيلومتر الصواريخ اللي عم تضرب نحن بالنهاية الشعب اللبناني الشعب يحب الحياة الحياة بكرامة وبيحب السعادة وبيحب الفرح فإذا فيه كم خارج عن القانون نجحوا بأنهم هيك يعملوا شوية دعاية سيئة مش رح نركع عدامهم ونستسلم عدامهم بالوقت اللي لا العدو الإسرائيلي قدر وقفنا ولا الإرهاب قدر وقفنا قدرنا نقضي على كل شي ونستمر فبالنهاية مش الخارجين عن القانون اللي حيقدروا يفرضوا يعني زهنيتهم علينا حضرتكم كمحافظ يعني حضرتك كمحافظ بأي جوانب عم بتابعوا كل الجوانب بالمهرجانات السياحية وموضوع يعني حكما بالنهاية في لجنة المهرجانات هي المعنية بكل الأمور من العروض والفنانين والتيكتين هالأمور طبعا عددكم عم بتواكبوا ولكن نحنا منواكبهم لوجستيا وأمنيا بكل الأمور وحتى يعني صرنا عم نعمل إشياء لا شغلتي ولا شغلتون يلي هي أنه وليكن من حرصنا ومحبتنا نحنا لأهل بعلباك أنه الموضوع كيف نخلي كل المنطقة وكل المدينة تشارك وتحس أنه عن جد المهرجان مش بالقلعة المهرجان على مستوى المنطقة كلها كل بعلبة ومحيطة تكون بحالة فرح وعرص ومهرجانات وهيدي الأجواء ولكن ما ترجع صورة تالية بس نخلص المهرجانات لا إن شاء الله ما بترجع طالما في إرادة عند الأجهزة الأمنية والكل المعنيين بملف الأمن بهذا الموضوع إن شاء الله بدنا نشكرك بحافظ بعلباك الهرمي للأستاذ بشير خضر على وجودك معنا وعلى جهودكم طبعا في هذه المنطقة شكرا أيضا نحن وياك للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر